اشتركوا في القناة الهاتف النقال الهواتف الذكية اذا كنت حائضا الحيض شيء كتبه الله تعالى على بناة ادم فالمرأة تحيض اياما من شهرها وربنا عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو اذا فاعتزل النساء في المحيض فالحيض هو مانع من الصيام ومن الصلاة لكن بعض النساء يتساءلنا اذا كنا في رمضان شهر الصيام والقيام والمغفرة والرضوان ونحن محرومات من الصلاة ومن الصيام نشعر بفراغ ايماني نريد ان نملأ فراغنا هل لنا ان نقرأ القرآن نعم المرأة تكتر من ذكر الله وخصوصا تلاوة القرآن العلماء يقولوا اولا المرأة الحائض تقرأ القرآن من حفظها اولا من حفظها الى كانت حافظة تردد الايات والسور لحفظها اذا لم تكن حافظة لها ان تستمع فهناك قنوات فضائية وهناك محطات ادعية تديع القرآن العظيم لها ان تختار ما تشاء وتستمع وتستفيد اذا تعذر عليها ممكن ان تأخذ الهاتف النقال ديك لابيس اللي مكتفى القرآن العظيم هي خليط فيها مجموعة ديالاشياء لا تسمى صفحة القرآن العلماء جلهم افتوا بان الهاتف النقال وانا المسه وفي البروغرام ديالقرآن العظيم لا يسمى مس للمصحف لان الحقيقة دياليك الشريحة هي صغيرة جدا فيها واحد مجموعة من التقنيات معقدة فيها قرآن كريم فيها صور فيها فيديوهات فيها مجموعة اشياء مختلطة فالقرآن الكريم يبقى استثناء فيجوز للمرأة ان تأخذ الهاتف النقال وتقرأ منه واذا اردت ان تقرأ من المصحف ذاته لها ذلك بان يكون بينه وبينها حائل لان الاية الكريمة تقول وانه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون لا يمسه المس ممنوع المس فممكن ان استعمل حائل كقفازات في يدي او منديل والمس المصحف وان كان بعض العلماء كيقول لك المقصود بالاية ليس هو المصحف وانما اللوح المحفوظ وانه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني اللوح المحفوظ لا يمسه الى المطهرون والمطهرون هم الملائكة فتقبل الله تعالى من اخواتنا الفاضلات ونسائنا المكرمات ورمضان كريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة